السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أم ميون لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في الله ياريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الزوج بيحمل محشي الكرنب الملفوف في المنام علامة يا دول للمرأة المتزوجة علامة يا دول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول بالنسبة للمرأة المتزوجة لو شافت في منامها إن زوجها بيحمل معاه محش الكرنب والمحش دوت ملفوف أو إن هو جايبه لها ملفوف جاهز وبيقول لها اعملي أو إن هو ملفوف جاهز ومعمول جاهز على الأكل بس وشافت في المنام ده بيدل على إيه ده بيدل بأمر الله تعالى إنه هو هنا هو تهينول ترقية في عمله أو إنه هو في تجارته هيرتفع شأنه بين الناس التجار وإن اسمه هيعلى ما بينهم وما بين التجار اسمه هيعلى وإنه هو اسمه هيسمع ما بين الناس في تجارته لو في زرعته الزرعة بتاعته هتبقى زرعة مربحة بأمر الله تعالى لو هو في وظيفة إن شاء الله بإذن الله هيرتقي في وظيفته إنه هو هيعلى شأنه في وظيفته بأمر الله تعالى وإنه كمان هينول منها المكاسب المادية الجميلة بأمر الله تعالى المربحة الكثيرة بأمر الله تعالى رؤية الكرومب الملفوف للرجل المرأة المتزوجة وإن زوجها هو اللي بيحمل لها الكرومب الملفوف دي من الرؤيات المحمودة بأمر الله تعالى اللي بتدل على الخير والسعادة والارتفاع في مستوى المعيشي كمان وإنه هو كمان الارتفاع في درجة العمل بتاعته بأمر الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة